بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان عموميات على الدوال العددية لثانية ثانوي رقم 6 أنصح بي شعبة العلم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وشعبة تير حيث قال F و G دالتان معرفتان على R يعني من ناقص ملا نهائي إلى زائد منه B F ل X تساوين X ناقص ثلاثة و G ل X تساوين X زائد ثلاثة يعني هذه دالة ألفية وهذه دالة ألفية قال أدرس اتجاه تغير الدالتين F زائد G و F في G إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أولا في نقطب هنا دراسة اتجاه تغير أولا الدالة التي هي F زائد G معناها هذه كلين تمثلنا دالة لاحظوا جيدا إذن عندنا أولا نقول الدالة F زائد G يعني هذا يسبح دالة واحدة إذن معرفة على ماذا؟ على ركزوا جيدا أولا الدالة الأولى معرفة على R والثانية على R R تقاطع R يعطينا R إذن معرفة على ماذا؟ على R حتى نفهم جيدا إذن قلت معرفة على R الآن نأتي إلى العبارة نقول من أجل X ينتمي إلى R فإن ماذا؟ لاحظوا جيدا F زائد G لكل X تساوينا عبارة F ل X زائد عبارة G ل X يعني العبارة G ل X تصبح لنا تساوينا ماذا؟ تساوينا F ل X لهي X ناقل 3 زائد G ل X لهي X زائد 3 يقول أحدكم أين هو؟ ها هي F ل X وها هي G ل X فيذهب هذا مع هذا فتصبح لنا F زائد G الكل ل X تساوي لنا عندنا X و X تساوي لنا 2X الآن تحصلنا على ماذا؟ على دالة كيف هي؟ دالة ألفية لماذا؟ أو هنا حتى تصبح أنها دالة في الأصل خطية ركزوا جيدا ها هي أمامكم لأن الدالة الخطية تكتبوا A X والدالة ألفية تكتبوا A X زائد B لكن تبقى دائما هي دالة تألفية إلا أنه هنا الجزء B يساوي الصفر الآن كيف نقول أبنائي؟ نقول هكذا لاحظوا بما أن 2 أكبر من الصفر أين هو الـ 2؟ هو هذا لأن الدالة تألفية المكتوبة من شكل A X زائد B لاحظوا إذا كان العدد المضروف X موجب فإنها متزايدة تماما على R وإذا كان هذا العدد سالب فإنها متناقصة على R إذن بما أن 2 و2 موجب تماما فإن ماذا؟ فإن الدالة التي هي F زائد G متزايدة تماما على مجال التعريف لهو R فقط أبنائي هكذا الآن قضينا على الحالة الأولى اللي هي الدالة F زائد G فأعطت لنا ماذا؟ F زائد G أعطت لنا الدالة هذه الخطية بما أن العدد هذا المضروف في X موجب فإنها متزايدة إذا كان هنا مثلا ناقص X مثلا ناقص 2X مثلا والعدد هذا سريف فنقول إنها متناقصة تماما على مجال التعريف لهو R فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى الحالة التي بعدها اللي هي دراسة اتجاه تغير من؟ تغير الدالة التي هي F في G يعني هذه جداء دلتين يعطي لنا دالة مثلما نقول جداء عددين يعطي لنا عدد ركزوا جيدا تصبح لنا هكذا أولا مجموعة التعريف نقول أولا مجموعة التعريف الأول ما هو R والثاني R فإنها تقاطعه ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا R إذن نقول هكذا D ل F في G يساوينا D F تقاطع D G ويساوينا D F R D G R إذن ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا R الآن اسمعوا هذه فيما يخص مجموعة التعريف لمجموعة دلتين هو تقاطع مجموعتين و F في G كذلك هو تقاطع مجموعتين دائما تقاطعهم في هذه الحالة أعطي لنا R إذن مجموعة التعريف هي R الآن تصبح لنا هكذا لاحظوا إذن D عفوا عفوا F في G الكل لـ X تساوينا F لـ X في ماذا؟ في نكتب هنا في G لـ X وتساوي F لـ X ها هي أمامكم ألا وهي X ناقص ثلاثة في G لـ X اللي هي X زائد ثلاثة وهذه معروفة أنها متطابقة الشهيرة رقم ثلاثة اللي هو مربع الأول ناقص مربع الثاني معنى تصبح لنا كم؟ تصبح لنا F في G الكل لـ X تساوي أن X مربع ناقص كم؟ ناقص تساعة إذن هذه نتجت هذه عبارة عن ماذا؟ عن دالة كثير حدود نقول الدالة F في G لها عفوا نتابع لها نفس اتجاه تغير لاحظوا الدالة ما هي؟ الدالة مربع اللي هي هذه الدالة اللي هي X مربع يقول أحدكم لماذا؟ انتبهوا هذه وأضفنا لها عدد يعني X مربع هي الدالة مربع وأضفنا لها عدد لهو ناقص سائق تغير نفسه الآن ما هو التغير؟ نقول هكذا الدالة مربع معروفة أن لو نلاحظ جيدا إلى الدالة مربع ها هي الدالة مربع انظروا هي ها هي الدالة مربع يعني في هذا المجال من ناقص مالا نهاية إلى صفر انظروا إنها متناقصة ومن الصفر إلى غاية الزائد مالا نهاية لاحظوا إنها متزايدة إذن ماذا نقول؟ لاحظوا وتابعوا معي نقطة نقطة إذن ماذا نقول؟ إذن نقول الدالة F في ماذا؟ في G متناقصة على المجال ماذا؟ لاحظوا متناقصة تماما على المجال من ناقص مالا نهاية إلى صفر ومتزايدته تماما على المجال من هنا إلى غايةCome معناه من الصفر إلى غاية الزائد مالا نهاية حكّت فمجيدا ولو نعود يعني لرسم هذه الدالة لو معناها أعطي لكم الشكل التقريبي فقط لاحظوا هكذا وهكذا أولاً الـ X مربع ها هي هذا هو منحنة الدالة X مربع الدالة اللي هي X مربع ناقص 9 هنا يحدث لنا يتم رسمها بوسطة انسهاب شعاعه في X0 والإقلاق ناقص 9 معناه على محور فواصل 0 على محور تلاتيب ناقص 9 معناه إذا قلنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7 ناقص 8 وناقص 9 معناه هذا انظروا هذا المنحنة ركزوا أرجوكم هذا المنحنة سوف أقوم بجلبه أمامكم هذا المنحنة هذا الذي كان هنا سوف ينسحب نحو هنا نحو الأسفل بتسع وحدات على محور تلاتيب هاكذا هذا الذي نتج هنا إنه ماذا؟ إنه سي لأف في جي لم أفعل شيء هذا كان هنا اللي هو محور الدلة مربع نزل هنا بوسطة هذا الانسحاب نحو الأسفل اللي هو سيفر وناقص 9 فأصبح هذا المنحنة كيف هو منحنة دلات سي في أف في جي لاحظوا من هنا كيف هي متناقصة ومن هنا متزايدة فقط أبنائي وفي الأخير أبناء وبنتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردي ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته